على الجانب الاخر بما انك جبت سيرة كلاتنبرج كلاتنبرج وحكاية كلاتنبرج خلال هذه الفترة لا كتير كلاتنبرج كتير اخر حكاية طيب اخر حكاية طبعا الاستقالات اللي ضربت لجنة الحكام من كم يوم كده اتحاد الكورة خرج علينا الاول طبعا في حاجة عايز اقولها ان تشكيل لجنة الحكام حصل عليه لغة كتير جدا وكان فيه حصل بقى حصل تشكيل هو ليه دايما الاتحاد الموجود دلوقتي بيتبع السرية في كل حاجة يعني هل الموضوع سر ان انت تطلع تقول لجنة الحكام بيها محمد مصطفى وحمد جمال واسلام مثلا ما ادي غلط ادي مش غلط اكيد بس هو القصة كما احنا كنا عارفين ان للفترات اللي فاتت كان الكابتن احمد اولئلة وكان الكابتن محمد فاروق ليهم دور كبير جدا وكابتن تامر دوري خاص شوية بالفار انهم ليهم قصة في قصة التعينات بتاعت الحكام فترة اللي فاتت بعد طبعا ما رجع كلاتنبرج من الصفر بسبب طبعا شهر الاجازة بتاع كاس العالم قعد مع اتحاد الكورة طبع يا جماعة انت خطيتك ايه نزبط شات حاجات نزبط اللجنة نغير في اللجنة فجابوا كابتن توفيق الاسماء موجودة ممكن تطرير للشاشة جابوا كابتن توفيق السيد والحطوه طبعا في القسم الاولاني مصر كابتن لا فيه القسم الاولاني والقسم الثاني اللي ان دي تسبب تفاز اكي قسم الاولاني كابتن توفيق السيد وكابتن مهند دبا وحطوا في القسم التاني والتالت الكابتن محمد فاروق اللي كان بيعين حطوه في التاني والتالت وكابتن حمدي فاتحي وكابتن ياسر محمود وتامير دوري هقف بس هنا في الحتة ده ان الكابتن فاروق كان المفترض ان هو اصلا نائب لكلتنبرج لأ نائب كمان لكلتنبرج فانت هنا قطحت بكابتن احمد actions فالمفترض ان انت كابتن فاروق بتحافظ عليه ان الرجل ده اللي شغال مع الحكام طوال الفتر اللي فاتت كانت البرجي منزلش ملعب لحد دلوقتي ماضيها محاضرات نظرية ومحاضرات سكايب طيب القصة بقى فيما بعد كابتن فاروق وكابتن تامر دوري طبعا يعني حصلوهم شهد غضب كده بصعب القائمة دي وقال لك لا احنا مستقل ليه احنا مش موجودين نروح بقى للسورة التالية فعندنا هتلاقي الاداريات بقى ليه لجنة الحكام فيها خمس حكام وكبار ويمسكوا لجنة التعينات اصلا اداريين احمد اولئلة وجيمس حنة واقل مصطفى وطبعا انا مش 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 في الضبط وهتلاقي طبعا خمس اداريين وكابتن احمد اولئلة موجود طيب كابتن احمد اولئلة انت قطحته من التعينات حطيته في الاداريات ليه خمس حكام اتحطوا في اداريات دي نقطة تاني نقطة غضب كلاة تنبرجي قوي شوية بسبب الحكام يعني عنده قرارات كده يا كابتن ما مسك في شعر تمانية قالك اي حكم معدل خمسة واربعين سنة سواء ساحة اوفور مش هيلعب معي وقدم القائمة الدولية للفيفا من غير الكابتن محمود عشور كابتن محمود عشور عارف كويس او كحكم ان ما فيش ليحة في الاتحاد الدولي بتقول ان انت معدل خمسة واربعين سنة ما تبقاش موجود في القائمة الدولية طالما انت قادر بعت للفيفا يستفسر فوجئ كمان انه سواء انه هو كسب قضيته دي تاني حاجة الفيفا حطيته كحكم موجود في بطولة كاس امم افريقيا للمحاليين اللي تقام في الجزائر فاصبح واجب على كلاتنبرج انه يرجعه فين القائمة الدولية دي نقطة يعني ده اول قرار من كلاتنبرج حكم ينتصر عليه تاني قرار طريق سامي ومحمد حسن دول حكام كرة صلاة وحكام مميزين جدا اتفاجئوا انه هم برق قائمة الدولية وتم بارسال اسماء تانية بعدها على طول الاتنين برضو بعتوا للفيفا الفيفا راح ترجعتهم تاني قائمة الدولية فالقائمة الدولية بعتت للاتحاد من اسبوع يا جماعة القائمة فيها تعدلات الفارزاد محمود عشور رجع وعندوكم حكمين تاني في الصلاة رجعوا فهنا بقى كابتل في لجنة حكام كاتف مقصدك اعلن ان القائمة تعدلت والناس رجعت تاني اللي انا استبعتها بقرار كلاتنبرج ولا اعمل ايه طيب الناس اللي استبعدت اللي هو كابتل محمود عشور وكذا كان فيه مثلا اسلام ومحمد جمال وعنو مصطفى مكانه لا خرجوا خرجوا دول داخلين ليه انت عندك ده انت عندك ده من عندنا اصلا احنا بنحطه في بطولات يعني كابتل محمود عشور موجود في بطولة امه وفريقية المحليين ازاي تخرجوا من القائمة الدولية ما فيش قانون بيامنا يا كابتن ان انت 45 سنة ما تحكيمش كاس العالم اللي فات كان فيه حكام كبار تاني نقطة ان انت اقترق سامي ومحمد حسن لانت خرجتهم اصلا من البداية من كرة الصلاة حطوهم بقى فيه صورة موجودة حطوهم في لجنة الحكام الخاصة بكرة الصلاة طيب ازاي هما يكونوا موجودين في لجنة الحكام وازاي لسا بيحكمهم هل فيه انت كحكم هتاخد كرارات ضد نفسك لا طبع دي مش مشكلتهم دي مشكلة اتحاد الكرة كرة الصلاة محمد حسن طيب وطريق سامي موجود في الليقة البدنية مع محمد ابو خاطر ليه يفضلوا موجودين ياما حكام ياما في اللجنة فبصراحة كرارات كلها يمكن متضربة شوية من مارك كلاتنبرج وبشوف انه محتاج انه يقعد اكتر ويركز اكتر لان الراجل كمان خرج في اجازة الكريسمس ولسا يرجع تاني واحنا شايفين انه فيه شوات اخطاف الدور المصري محتاجة بالفعل كرارات من كلاتنبرج مش بس استبعاد لا كرارات تخص التحكيم تطوير الفور بشكل كبير جدا لازم نشوف كرارات ملموسة كابتن مش بس نشوف تغيرات في اسماء ولجنة حكام ونشغل الناس باسماء في لجنة حكام احنا عدنا عمرنا كل ما نعرفش غير رئيس لجنة الحكام وهو اللي بيدير وهو اللي بيعين انت دلوقتي بتدي فرصة ان لازم اللجنة تكون قوية لانك انت مش دايما موجود في التحدي الكور بحاجة كمان يا كابتن هو لازم كلاتنبرج النهاردة هو مدة عدوة دي عم نكلم فيه سنة موسم الموسم ده انت قدمتلي في ايه انت سنة سفرية انت اولا بدأت متأخر او الراجل ده مفروض كان يبدأ من شهر سبعة لما تكونوا معاك بعد كده جاء لك انا ابدأ في تسعة بالزبط بعد ما يخلص الشرم بتاعه بالزبط وبعد كده انت بتتكلم فوقت كاس العالم ما كانش موجود معاك صح وكده انت بتتكلم انه على بداية الالسنة هيتطلع عجازة كريسمس الراجل ده اشتغل قد ايه الراجل ده ادى ايه للاجنة الحكام هل اختياراته دي هي اختياراته فعلا ولا لا اتحاد الكورة ما عندوش التفاصيل دي كلها والحاجة التانية كمان انا مش جايب كلات مبري عشان يعمل لي تحليل اللقطات عشان اشوفها ما انا ممكن اشوفها عادي التحليل التحكيمي موجود في كل القنوات انت النهاردة هتقدم لي ايه مختلف انت نهاردة انت بتعمل ايه مع الحكام مختلف هل بتشغل معهم على الارض بتشغل معهم في محضرات فيديو هل انت بتقيم الحكام صح هل انت بتطلع كوادر تحكمية جديدة ولا النهاردة الراجل ده بيعمل ايه انا لازم النهاردة اتحاد الكورة معنا هاتي سيزون الراجل ده يطلع لي تقرير يقول لي هو الرأي العالم انا مش فيه هل انتوا حضراتكو ضد جلادنبرج ولا ضد اتحاد الكورة لانه انا بشوف ان انت لما تجيب اي اسم اكس من الناس ويكون موجود يجب ان يتم تهيئة الاجواء لي احنا كنت بتكلم مع عكبتنا ابو المجد قبل ما قال لي المدرب لما بيخش بيبقى عايز يمسك الفرق يقول له ما انا عايز واحد اتنين تلاتة يقول له لا احنا هنجيب لك واحد اتنين طيب انا كمدرم حقيقة نفسك انا كمدرم دخلت وحضرتك ما جبت ليش واحد واثنين بتحسبني على ايه بالضبط نفس الكلام طيب احنا جبنا كلاتنبرج او جبنا كولينا اصبح رئيس اللاجئة الحكام وحضرتك ما حطتوش في الاجواء او ما وفرتلوش الاجواء المناسبة لشغله كلمت فينا يا كابتن ماركت لاتنبرج واخد اجواء بس همش مركز همش موجود في مصر يعني وده كلام من مصادر مؤكدة طبيع انت كرئيس لجنة حكام تبقى موجود مع حكامك في فترة يتكسل على انا كتحاد كرة قوي المفترض ان انت كراجل ما تسافرش اتحاد كرة وافئ ما انا ادال بقولك الليب اتحاد الكرة لازم ما يوفيش على الارز هذا طيب هو في الاخر ده وما انا كلاتنبرج اهم يا سيدي السبوبة تحكم ان انا اخد هناك بالزبط حسافر واخد ل لكن اكبر رازم تحاد كرة لازم انا كتحاد كرة اذا كان عندي قرار انا اقولهم لا مش حا لا طبعا ما يسافرش وادرب مغفر مش عايز سافر مش عايز سافر وفي الفترة ده كابتن على فكرة اتكلمه مع كابتن سامير عصماء وقالهم انه لقى شروط بغض النظر هم كابتن عندهم تفكير مختلف هم بيفكروا ان هم يجيبوا لجنة قوية تدير وهو مش موجود طب احنا مستفدين اي بيه خاصة انه بياخد 30 الف دولار فده رقم كبير برضو في الوقت الحالي فانت محتاج انك انت تقعد معاه زي ما محمد بيقول تعرف اولوياته يعني برضو في حاجة لا هو ده مش توفير اجواب معلش هنا تحديدا انا اقول لك ان ده قرار اتحاد او قرار مسئول المسئول يقول له لا مفيش سافر ده لازم وتعليم الخطة ده قول انو حط عليني الخطة حلو الخطة طب هو مال وانا دلوقتي حاجة اقول لك يا محمد وانا انا مسافر عشان انا كده كده مرتبي حيث انا موجود وحسافر اخد عليه مرتب تاني طب انا حسافر لا لازم لازم كو لكن انا كانت تحاد كرة لا يا فانت بحضرتك مش هتسافر حضرتك تقعد مع حكامك